أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع الجانب الصربي في مختلف المجالات خاصة على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري والسياحي بما يتماشى مع التوافق في الرؤى بين البلدين حول مجريات الأوضاع الإقليمية والدولية جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال مباحثاته في بيلجراد مع الرئيس الصربي أليكزاندر بوتيتش صراحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدات في هذا الصدد أشهد رئيس الصربي بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وإحداث النقلة النوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية خاصة من خلال مشاركة الشركات الصربية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر وأعرب الرئيس السيسي عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات واستمرار تنصيق والتشاور السياسي بين البلدين واكتشاف أوجه التعاون بينهما اشتركوا في القناة